صوراً لصواريخ باتجاه مدينة عكا الإسرائيلية إذن كنا تبعنا صور فوق مدينة حيفا لاعتراض صواريخ من حزب الله باتجاه حيفا فوق مجمع الصناعات العسكرية الآن نتابع صوراً لرشقة من الصواريخ باتجاه مدينة عكا إذن حزب الله يوجه أولى الضربات في هذا اليوم بعد هدوء لساعات منذ ساعات الليلة الماضية عندما بدأ الحديث عن مقترح للتهدئة غير أن الرشقات الصاروخية لحزب الله تعود لتنطلق اليوم مع استئناف أيضاً وتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي للبنان إذن هذه الصور يسار شاشة فوق مدينة حيفا الصواريخ تم اعتراضها أيضاً صور على يمين الشاشة لمدينة عكا حيث نرى رشقة من الصواريخ منذ بعض الوقت تم توجيهها من قبل حزب الله إلى مدينة عكا أعود إليك نضال هل لديك أي معلومات إضافية حول هذه الرشقة؟ كنت تتحدث عن الرشقة التي طالت حيفا؟ نعم على ما أعتقد نحن نتحدث عن نفس الرشقة هي استهدفت منطقة خليج حيفا يعني عكا تقع شمالي حيفا وتقعان على نفس الخليج ربما على جهتين متقابلتين لخليج حيفا ما بين المدينتين يعني من شمال عكا وحتى حيفا هي منطقة صناعية مهمة جداً في إسرائيل تحتوي العديد من الصناعات البتروكيمويات وما إلى ذلك من الصناعات وأيضاً صناعات أمنية في تلك المنطقة تم الاستهداف لغاية الآن على الأقل يعني في إحصاء أول ما بين 30 إلى 40 صاروخ أطلقت نحو هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي يقول بأنه اعترض قسم من هذه الصواريخ قسم آخر وقع في مناطق مفتوحة والبعض يتحدث حتى عن وقوع بعض الصواريخ التي أطلقت على هذه المنطقة في البحر مقابل مدينة عكا أو في منطقة الخليج ما بين عكا وحيفا هذه هي الصورة لغاية الآن لغاية الآن أيضاً الإسعاف الإسرائيلي يقول بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات هناك امرأة واحدة أصيبت بالذعر نتيجة لانطلاق صفرات الإنذار وإطلاق هذه الصواريخ لكن إصابات لم نبلغ لغاية الآن وأيضاً لم يكن هناك أي حديث عن أضرار بسبب سقوط هذه الصواريخ في المنطقة ربما بعد قليل ستكون الصورة قد اتضحت أكثر إن كانت سقطت صواريخ في المناطق المأهولة التي نتحدث عنها وهي كل المنطقة هذه مأهولة بالسكان يعني ابتداء حتى من نهرية شمالي عكا وحتى منطقة حيفا هناك استمرارية للمناطق الصناعية والمناطق السكانية في كل هذه المنطقة على الشاطئ ابتداء كما قلنا من نهرية وحتى مدينة حيفا هذه المنطقة استهدفت كثيراً في الفترة الأخيرة يعني مع هذا التصعيد الأخير الذي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين هذه المنطقة تعرضت عدة مرات لرشقات كبيرة بالصواريخ من قبل حزب الله في المنطقة الغربية أو في الجليل الغربي والساحل يعني هذه المنطقة تمتد من النقورة حتى مدينة حيفا هذه المنطقة تعرضت للكثير من القصف أولاً لأنها منطقة حيوية منطقة فيها صناعات عسكرية ودات كثافة سكانية عالية وبالتالي إطلاق الصواريخ غير الدقيقة يعني صواريخ الكاتيوشة وهي تسمى باللغة العسكرية صواريخ إحصائية وبالتالي احتمال أن تصيب أكبر في هذه المنطقة إذا ما أطلقت على هذه المنطقة لأنها كلها منطقة مأهولة نضال سأعود إليك يعني لماذا استهداف هذه النقطة لكن اسمح لي أن أعود إلى دارين دارين يعني كنا تحدثنا وكأن منذ بعض الوقت عن أن حزب الله قد يكون بتوقفه عن إرسال رشقات صاروخية يعطي رسالة إيجابية حول المقترح الذي يتم التداول به هل يمكن القول الآن عكس ذلك لا سيما أنه أيضا هناك موقف من لبنان يعني لنبيه بر رئيس مجلس النواب اللبناني ينفي فيه أن يكون هناك فصل أو فك ارتباط بين جبهتي غزة ولبنان ميشا قد يكون ترجمة تحديدا لما ورد على لسان نتنياهو الذي قال بأن التفاوض بالنار ربما وصلت إلى الجانب اللبناني بعض الإشارات إلى تمسك من الجانب الإسرائيلي بفصل هذه الجبهات وبأن التفاوض حول جبهة لبنان غير مرتبط بالتفاوض حول جبهة غزة وهذا موقف إسرائيلي منذ بداية منذ أول طرح تم بحثه أو حمله المبعوث الأمريكي كان هناك حديث عن هذا الأمر فصل هذه الجبهات ربما وصل إلى الجانب اللبناني بأن هناك تمسك إسرائيلي وليس هناك من مرونة إسرائيلية لذلك استعادت هذه الجبهة سخونتها بعملية قبل قليل عدد من الصواريخ أطلق من لبنان باتجاه حيفا وعكة من دون أن تتبين طبيعة الأهداف التي وصلتها ولكن عودة إلى حيفا وعكة وليس إلى تل أبيب أو محيط تل أبيب العملية التي بدأها أمس حزب الله فجر أمس عندما رد على الإغتيالات واستهدف بصاروخ قادر واحد مقر للمساد في محيط تل أبيب وهو إنما سعى من خلال ذلك إلى إرسال رسالة إلى إسرائيل علّه يرضعها عن مواصلة مسلسل الإغتيالات الذي بدأ يتكرر تحديدا في استهداف شخصيات في ضاحية بيوت الجنوبية وليس في مناطق أخرى اليوم عودة إلى حيفا وعكة والتي كانت يفترض أنها بعد توسع إسرائيل في عملياتها كان هذا البعد الجغرافي هو المعمول به من قبل حزب الله باتجاه أهداف وقواعد عسكرية شكرا لك دارين الحلوة مراسلتنا من مرجعيون في جنوب لبنان أيضا شكر لك محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية من القدس نيدال كناعنا كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في البقاع وجنوب لبنان مؤكدة تنفيذ 75 هدفا في لبنان وأفدت مراسلتنا بوقوع قتل وجرحة في غارة إسرائيلية طالت مبنى مأهولا في بلدة الكرك في البقاع الشرقي كما طال القصف بلدات كفر تبنيت وكفر رمان والنبطي وقضاء مرجعيون ومناطق عدة في جنوب لبنان يأتي ذلك فيما أفادت وسائل علامة إسرائيلية بسماع دوي صفرات الإنذار في شمال عكا ومحيط حيفا بعد تراجع هاجمات حزب الله بعد توقف لساعد للمتابعة تنضم إلينا من مرجعيون مراسلتنا دارين الحلوي ومن القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نيدال كان أنا أرحب بكما وأبدأ معك دارين بآخر التطورات الميدانية في رسالة سابقة كان هناك تراجع لهجمات حزب الله ولرشقاته الصاروخية على ما يبدو هناك تحديث لهذه النقطة صحيح قبل نحو عشر دقائق خمسة عشر دقيقة ميشا كان هناك دوي لصفرات الإنذار في حيفا في حيفا إذن دوت صفرات في عكا عفوا وسمعت صوت إطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية ولم يتبين بعد ما هي الأهداف الإسرائيلية التي توجهت باتجاه هذه الصواريخ هذه العملية الأولى منذ السابعة وأربعين دقيقة آخر بيان لحزب الله صدر عن عملياته كان أمس مساء أمس عند السابعة وواحد واربعين دقيقة إذن هذه هي أول عملية ساعة الليل لم تكن هناك عمليات من قبل حزب الله وهذا كان يأتي بالتزامن مع تصعيد يكاد يكون غير مسبوق في البقاع كل البقاع كان بالأمس شهد ليلة ساخنة ليلة دامية جراء عشرات الغرات التي استهدفت ليس فقط البقاع الشمالي والذي نتحدث عن بعلبك الهرمل الذي يقول حزب الله بأنها تشكل خزانه البشري في تلك المنطقة إنما الغرات تمددت نحو البقاع الأوسط حيث كان هناك استهداف لمبنى في الكرك عمليات رفع الأنقاض مستمرة والحديث عن وقوع ما لا يقل عن مقتل ما لا يقل عن تمانية أشخاص بالإضافة إلى عدد من الجرحة في يونين أيضا الشرقي بعلبك كان هناك استهداف لمبنى أيضا عائلات كانت تقتن فيه أيضا قتل الكثير منهم وجرح العديد أيضا والغرات تمددت لتشمل شعث مثلا وتمددت نحو جنوب البقاع سحمر يحمر ولباية أيضا في الجنوب كان هناك قبل قليل استهدافات لعدد من المناطق الأبرز استهداف سيارة ربيد في كفرشوبة كان بداخلها ثلاثة شبان قتلتهم هذه الغارة هذه الغارة كانت بالتزامن مع غارات أخرى سجلت في النبطية نتحدث عن كفر تبنيت جبشيت وغيرها أيضا في صور كان هناك استهداف وأنباء أولية عن كانت هناك غارة وأنباء أولية أيضا عن سقوط إصابات بانتظار التحديثات من الجهات الرسمية لعدد الإصابات. طبعا هذا التصعيد يأتي بالتزامن كما ذكرنا مع محاولات دولية واتصالات كثيرة من أجل تعبيد الطريق أو العثور على أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاتفاق وقف لإطلاق النار لكن اللافت أنه كان هناك تصريح من قبل رئيس البرلمان نبيه بري يقول فيه بأنه لا يمكن الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة. نفى بري أن يكون هناك أي فصل. وإن كانت هذه المبادرة أو هذه الطروحات التي يعمل عليها في نيويورك بحضور أو مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. إن كانت تسعى إلى هذا الفصل فلن تكون هناك أي مواقف إيجابية من قبل لبنان وتحديدا حزب الله. حزب الله لن تكون له أي مواقف ما يتعلق بالسياسة. الموقف السياسي في مثل هذه المراحل في مثل هذه الأوقات عادة يعبر عنه نبيه بري طبعا هناك أجواء تقول بأن ما يجري بحثه في نيويورك هو صيغة محدثة لما كان قد طراحه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين مع بري تحديدا. ويتناول العودة إلى تطبيق القرار 1701. تراجع حزب الله بضعت كيلومترات عن الجبهة عن الخط الحدودي. دارين عذريني على المقاطعة سنتابع صورا لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من قبل حزب الله من لبنان باتجاه حيفا شمال إسرائيل وتحديدا فوق مجمع الصناعات العسكرية. إذن نتابع هذه الصور منذ قليل لصواريخ تم اعتراضها فوق حيفا كانت ستستهدف مجمع الصناعات العسكرية. يذكر أن سلسلة الرشقات الصاروخية هذه لحزب الله هي الأولى بعد هدوء منذ ساعات الليل. هذا من الجانب من جانب حزب الله اللبناني. أذهب إليك نضال وبالمقترح الذي يتم تداوله. إذن كان هناك مصادر لسكاينيوز عربية تحدثت بأنه لم يتم توافق على أي نقطة حتى هذه اللحظة.